أهلا بكم أعزائي الطلبة في الدروس الألكترونية لمدارس السندباد الأهلية للصفة الخامس الابتدائي مادة الاجتماعيات المحاضرة رقم 13 هس عندي صفحة 99 نعطينا بالكتاب جدول يبين الحقوق والواجبات بعض الحقوق وبعض الواجبات الحصول على الغذاء من الحقوق ماتي أنه أنا إلي حق بالحصول على الغذاء لكن من واجباتي اتباع العادات الصحية في الأكل لازم ورما نحصل على الغذاء لازم نتبع العادات الصحية في الأكل الحصول من حقوقي الحصول على الحماية والأمان من واجباتي لازم ألتزم بالأنظمة والقوانين من حقوقي أنه أختار سكني يعني منزلي بيتي لا أنا أختاره بس من واجباتي أنه أحترم جيراني ولا أزعجهم وأن أحافظ على نظافة الحي الذي أعيش فيه يعني بعد ما اختارت سكني هذا من حقي الواجب العليا أنه أحترم جيراني ما أزعجهم أحافظ على نظافة المكان اللي أعيش فيه المنطقة اللي أعيش بها من حقوقي أنه أتعلم لازم أنا من حقي أنه أتعلم بس من واجباتي أنه أجتهد في المدرسة لازم أكون مجتهد وأحافظ على مدرستي أحافظ على مدرستي من حقوقي الحصول على الرعاية الصحية من حقي أنه أحصل على رعاية صحية بس من واجباتي ممارسة العادات الصحية السليمة من حقوقي أيضا العيش في بيئة سليمة ونظيفة من حقي أن نعيش في بيئة سليمة ونظيفة بس من واجباتي المحافظة على بيئتنا من التلوث مثل ما شفنا هنا بالصورة المفروض هاي النفايات نحطها بالمكان المخصص إلها من نرميها بالشارع فالمحافظة على بيئتنا من الواجبات المحافظة على بيئتنا من التلوث من حقوقي أيضا الحصول على العمل من حقوقي الحصول على العمل من واجباتي أنه أخلص في عملي وأجتهد فيه من الواجبات ماتي أنه أنا بعد ما حصلت عمل لازم أكون مخلص في عملي وأجتهد فيه الآن حفايبي بعد ما خلصنا الوحدة الثالثة شرحناها نجي على أسئلة الوحدة الثالثة التربية الوطنية والاجتماعية اللي هي صفحة 100 وأريد منكم تخلون دفتر المسودة والقلم يومكم حتى نحل الأسئلة سوا نجي على السؤال رقم واحد سؤال الأول شي يقول ضع إشارة صح إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة نجي على أولا إن المجتمع العراقي يتألف من عدة مكونات المجتمع العراقي يتكون من عدة مكونات لو من مكون واحد يتكون من عدة مكونات إذن الجواب الأول رح يكون صح حب الوطن من أهم القواسم المشتركة بين أبناء المجتمع العراقي كنا نحب المجتمع العراقي إذن صح التزام التلميذ بالنظام بنظام المدرسة يدل على سلوكه الحضاري صح تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع العراقي صح التزامك بالنظام يضمن حقوقك وحقوق الآخرين صحيح الدفاع عن الوطن واجب وطني مقدس صح إذن سؤال الأول كل صح سؤال الثاني نعطينا كلمات كلمات مخربطة إحنا نجي نسويها جملة مفيدة يقول رتب الكلمات الآتي لتشكل جملا مفيدة تدل على وظيفة مدرستك فالجملة الأولى شرح تصير الجملة الأولى رح تصير تغرس المدرسة الأخلاق والعادات الحسنة فينا تغرس المدرسة الأخلاق والعادات الحسنة فينا الجملة الثانية نتعلم المعرفة والعلوم في المدرسة إش رح تصير الجملة؟ رح تصير نتعلم المعرفة والعلوم في المدرسة نتعلم المعرفة والعلوم في المدرسة ثالثا فينا حب المدرسة الوطن تؤكد الجواب إش رح يكون؟ رح يكون تؤكد المدرسة حب الوطن فينا تؤكد المدرسة حب الوطن فينا رابعا والتعاون الحب واحترام الآخرين تغرس فينا المدرسة الجواب رح يكون تغرس المدرسة فينا حب الحب والتعاون واحترام الآخرين تغرس المدرسة فينا الحب والتعاون واحترام الآخرين خمسة المهارات الحياتية تنمي المختلفة المدرسة الجواب رح يكون تنمي المدرسة المهارات الحياتية المختلفة تنمي المدرسة المهارات الحياتية المختلفة ستة الجيش ويحمينا والشرطة من الإرهاب يدافع عن الوطن رح يكون الجواب رح يكون يدافع الجيش والشرطة عن الوطن ويحمينا من الإرهاب يدافع الجيش والشرطة عن الوطن ويحمينا من الإرهاب هسا نيجي على سؤال رقم 3 استبدل الكلمات التي تحتها خط بكلمات مناسبة من بين القوس نعطينا 3 كلمات ونعطينا 3 جمل مثلا الإهمال كلمة لازم نختار كلمة مناسبة من اللي نعطينا إياها أولا الطلاب في المدرسة يتعلمون شي يتعلمون يتعلمون النظام مو الإهمال يتعلمون النظام إذن الجواب الأول هو النظام ينبغي أن يكون أفراد الأسرة الواحدة متباعدون لو متعاونون متعاونين متعاونين إذن الاختيار الثاني هو للجملة الثانية ينبغي أن يكون أفراد الأسرة الواحدة متعاونين لتحقيق تماسك المجتمع الثلاثة تعد الممتلكات الخاصة ملك لجميع أفراد المجتمع الخاصة تعتبر ملك لجميع أفراد المجتمع؟ لا مو الخاصة العامة الممتلكات العامة تكون ملك لجميع أفراد المجتمع هسا نجي على السؤال رقم أربعة سؤال رقم أربعة يقول أكمل الجمل الآتية بالكلمة الصحيحة من الكلمات التي تحت كل جملة نعطينا جمل وفراغات ونعطينا اختيارات نختار من عندهم الجواب الصحيح نجي على أولا يتكون المجتمع العراقي من مكونين لو مكون واحد لو عدة مكونات الجواب رح يكون عدة مكونات الثانيا الجهة المسؤولة عن حفظ الأمن من اللي يحفظ الأمن في وطننا العراق الشرطة له المدرسة له المسجد الشرطة لاختيار الشرطة الاول هي اللي مسؤولة عن حفظ الامن في وطننا العراض اركان قيام الدولة هي اشقد اركان قيام الدولة اثنين لو اربعة لو ثلاثة مثل ما قلنا هنا اربعة اربع اركان لقيام الدولة اذا تذكروها هي الوطن والشعب والسلطات الاتحادية وعدنا السيادة نجي على رقم اربعة الجهة المسؤولة عن رعاية الايتام والمسنين والارامل هي يا وزارة مسؤولة عن رعاية الايتام والمسنين والارامل وزارة الداخلية لو وزارة النقل لو وزارة الشؤون العمل والشؤون الاجتماعية اذا الجواب رح يكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لهنا انتهانا من حل الأسئلة شكرا لكم